يقول دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب الذباب معروف كما قال الله تبارك وإي أسلبهم الذباب وشيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الذباب حشرة معروفة تشبه النحلة والذباب مفرد والذباب جمع وقيل الذباب مفرد والجمع ذبان بالنون كما قال طلح ابن عبيد الله عن المتقاتلين في معركة الجمل قال ذبان طمع ذبان نار ذبان نار فإذا قال هؤلاء ذبان يعني كالحشرات كيف تتصاقط على الشيء الذي تأكله أو غير ذلك نعم